موسيقى اهلا بكم حلقة جديدة من هنا ومريان في بلاد الامريكان وحشتوني كتير معلش انا اسف على الغيبة الطويلة دي كلها في البداية اعذروني على التسطيبة الجديدة او اللي انا قاعد فيه لاني كده ببساطة ان انا اعزل نفسي اه في البيت لاني انا كوفيد من مبارح كوفيد اه حتى ان عملت تست النهاردة تاني برضو لسه كوفيد يعني ده تست مبارح اه كوفيد وده تست النهاردة اه كوفيد نشكر ربنا على كل حال يعني شوية قلم بس بسيطة في الجسم اه تكسير شوية بس غير كده يعني الحمد للا احسن بكتير من مبارح بس يعني ما علينا اه في البداية الاول احنا اتكلمت كتير عن موضوع ان احنا هنتكلم عن اه مواضيع تهمنا في يعني في معيشتنا من هنا في Kirk من ضمن من ضمن المواضيع دي موضوع انك انت تعرف تماتي تعرف وتعرف تسايف فلوس وتعمل حاجة اه يعني يعني تستغل بها الفلوس اللي بتعملها في امريكا مش عملية了 wa ? إحنا هنبدأimentsهاردة او مدخل ازاي احنا او مدخل للحلقات اللي بعد كده هتوبة ان شاء الله يعني فالدخلة الاولانية او الحاجة الاولانية احنا ازاي هنحاول نوفر فلوس او ايه الايدياز او الافكار وبعد كده في الحلقات التانية هنحاول ندي ايدياز بتوفر فيها عن طريقها الفلوس يعني او تحوش فيها او تعمل حاجات معينة بتخلك دخل تاني او حاجة زي كده ما شابه ذلك يعني طب الاول احنا هنتكلم مدام احنا هنتكلم عن الفلوس اول حاجة لازم نعملها نتكلم عن ان احنا نحدد هدف من الموضوع ده هل احنا الهدف ان احنا نوفر علشان نعيش مسلا عيشة كويسة ولا نوفر مسلا علشان فيه افنت معين جاي لنا عايزين له فلوس هل نوفر مسلا عشان آآ الكليات بتاعت العيال هل نوفر مسلا علشان فيه مسلا عايزين روح كويس فاحنا بنوفر فلوس فايدياز دي كلها يعني مش ايدياز اهداف اهداف لنا شخصية يعني تختلف من واحد للاخر يعني آآ ممكن يكون عندك فلوس للفيكيشن بس انت عايز تسايف فلوس لحاجة تانية آآ عايز تشتري حاجة معينة كبيرة في البيت او تعمل للبيت او تجديد للبيت فعايز تسطب فلوس معينة لها او تحوش فلوس لها فدي الجول بتاعك فلازم تكرييت جول لازم يكون عندك هدف هدف لتوفير للفلوس لو مجرد بس انك انت توفير الفلوس عشان يتبقى معك فلوس صدقني مش هتلاقي نفسك آآ خلاص انا مش محتاج هالفلوس وحاجة اللي يجي على قد الرايح وخلاص عليك كده لكن لازم يكون في آآ تسطيب او تسطيب لجول معين او هدف معين لك علشان بين خلاله يعني توفر ومن خلاله يتكون دي بالنسبة لك اللي هو الصورة اللي بتبص عليها كل ما بتقول لأ اوفر النهاردة لأ ملاش خلاص ما فيش توفير لأ في جول في تارجت ليك انت معين عامله علشان توصله فدي اول حاجة اول حاجة ان احنا نستطب جول او هدف معين نوصله بخلالة الفلوس اللي حنوفرها آآ تاني حاجة هنتكلم عن البودجيت البودجيت ناس كتير تعرف موضوع البودجيت البودجيت ده يعني هو ملهاش معنى بالعربية بالعربية او او ممكن اقول لك بالعربية انك انت تعمل ليستة 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 بالمصراف بالدخل والمصاريف يعني فاهم ازاي ده البودجيت هل مصاريفك اده ايه ودخل badges ومصاريفا كدقل يعني دخلت لك يئه ايه ومصاريفك ومصاريف ايه فلازم انت تعمل لدي مشروع تشوف مسلا الشهرية بتاحرك او الويكلي او الاسبوعية بتاعتك او كل ابعين على حسب الشركة اللي انت اشغال فيها والحسب المكان اللي انت اشغال فيه بي dislike باتك اسبوع ولا tren ولا ان شاء الله شهر يعني بت بتشوف دي الدخل بتاعك. في بتاعي ده وده وده وده. والمصاريف بتاعتي كزا وكزا وكزا. البلات بتاعتي كزا وكزا وكزا. من خلال الطريقة دي هتعرف انك انت مسلا ايه اللي داخل لك ايه اللي تقدر توفره. لانك انت لو مشيت من غير يكون عندك مسلا بجيت معين هتكون ماشي كده وخلاص. يعني ماشي كده على تسهيل ربنا. واللي يجعل قدر اللي رايح عايز حاجة النهاردة تروح تشتريها افرد في فاتورة عندك هتلاقيها مسلا اخر عليك الحاجات اللي زي كده. فلازم تحدد بجيت ليك. لازم البجيت ده. والبجيت ده واحدة من اهم او الحاجات اللي بيستخدموها هنا في امريكا انك انت تحدد او از شوف مصاريفك يعني مسلا اللي هو المصاريف مسلا الدخل. فلازم تكون محددها وعالك ايه اللي ليك واللي عليك. طيب تالت حاجة نبص عليها بعد البجيت دي حنشوف الحاجات اللي هي بالنسبة لنا. الحاجات اللي هو بسموها ايه الحاجات اللي لازم يكون تكون عندنا. زي الاكل والشرب واللبس والمواصلات. وطبعا حاجات التانية اللي هي مسلا السكن طبعا اهم حاجة الشرطر او السكن. طب لما هنبص على الحاجات دي كلها لازم نحدد نشوف الاكل لازم نعمل مش هقول لك تحدد مصاريفك قد ايه لا بس لازم يكون لك شهريا تقول لنفسك انا عايز اصرف الاكل كده. اه هتكون مسلا حاطط لنفسك اه اه موجة. المعنى ايه? انك انت اه ممكن الشهر ده ما تجيبش مسلا النوعين تلاتة ايس كريم تجيب نوع واحد او هكذا. في حاجات معينة لحمة بدل نوعين تلاتة لحمة تجيب نوع واحد لحمة او نوعين وتوفر مسلا الشهر دك اه كذا. لو انت فيك لو انت مصاريف مسلا المواصلات عندك عشان تروح توصل للمكان شغلك اه عالي جدا مسلا انك انت تجيش تشتري عربية واشرة العربية اوفر لك مسلا في البنزين ولو اني موضوع البنزين ده اليومين دولار غالي رغم برضو الـ transportation غالي هنا برضو نسبة وتناسب لانه طبعا شغال برضو على موضوع البنزين. فلكن لو انت اوفر لك انك انت تاخد مواصلات مواصلات مسلا انك انت تروح بعربية اه اعمل كده لو انت معك عربية اوفر لك انك انتك تاخد مواصلات برضو تعمل كده. وهكذا لازم تشوف ايه الاحسن ليك وايه اللي ممكن توفر فيه. بالنسبة برضو البلات نفس الشيء البلات انت انت في حاجات تلات حاجات اساسيات طبعا الميا والنورك او يعني الكهرباء والميا والغاز التلاتة دولار مهمين جدا. اه اه مسلا لو انت في مركزي حاول يعني انا عملت حالة قبل كده ازاي توفر في الغاز انك انت او في بتتطبق على درجة حرارة معينة طبعا بتكون اقل طبعا من بس بتبقى درجة اللي هي اه ما بتصرفش اه ما تصرفش اه كهرباء كتير او متاخدش كهرباء كتير ومن ضمن الحاجات طبعا انك انت تشوف الفلترات بتاعت البيت بتاعتك وتغيرها كل شهر او كل اه المفروض كل ثلاث شهور بس على حسب برضو دي من ضمن الحاجات العوامل بتساعد انك انت تتوفر توفر في حاجات كتير توفر في الميا الميا بدلا تفتحها في المدة المعينة اللي عايزة يعني تبص على الحاجات اللي ممكن توفر فيها في الاساسيات بتاعت الفواتير دي برضو بنبص على حاجات تانية مسلا لحاجات في يوتيوب دلوقتي سبسكريبشن في نيتفلكس سبسكريبشن في ديزني بلاس سبسكريبشن في خمس ست سبع حاجات ممكن بتعملهم في الشهر وتدفع لها عشرة دولار هنا حداشر دولار هنا عمش عارفة هنا فانت ممكن تبص على كل الحاجات دي وتوفرها عن طريق حاجات التانية يعني في حاجات تانية انا مش هقدر اقولها طبعا علشان ما اليوتيوب منحها طبعا وانا لو قلتها طبعا الفيديو اف مرة عملت حلقة عن الموضوع ده ازاي تتفرج على التلفزيون يعني بمرة واحدة فيه فانا مش هتكلم ما اقدرش اشعر حكتر من كده لاني مش عايز اليوتيوب ياخد الفيديو ده او يعملوا ديمنتيز يعني فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تلغس وتشتغل على حاجات تانية تبني على حاجات تانية او بدل تلاتة اربعة هوهول ولا معرفش اسموا ايه بيسموا ايه ولا نتفليكس ومش عارفوا ديزني بلاس وزاك تعمل مثلا تعمل الحاجة واحدة من الاربع خمس ستة حاجات دي برضو اللبس يعني انا مش حاضر اقول لك يعني ما تشتريش او اشتري اللبس بس تعرف تشتري من فين وازاي والاماكن اللي فيها تخفضات وخلي بالكم في حكاة السيلز دي لاني السيلز دي برضو بتبقى يعني تركيا شوية لان في بعض المحلات بتعمل السيلز على الحاجات ممكن هي بتكون ضعافة تمانها علشان تعمل السيل فبتروح انت تقع فيها بس اشتري في السيزن اللي هو الافيض يعني امصري مش الافيض الافيض يعني مسلا النهارداش احنا في الصيف دلوقتي هما بينزلوا الشتاء تبدأ تشتري على اواخر الصيف كده تبدأ تشتري حاجات للصيف بتاعت السنة اللي جاي لانه الحاجات دي بتبقى بيبدأ ويخلصوا منها بيعملوا لها مارك داون زي كاسكو زي المحلات كبيرة المحلات مثلا زي ميسيز دي بارمينت بسع الكليرانس اللي هي الحاجات السيزن اللي بيخلص فيها برضو راز وحاجات زي كده وبردو نفس الشيء في الشتاء على اواخر الشتاء كده بتشتري حاجات للشتاء للسنة الجاية يعني ما شابه لذلك يعني علشان بيكون خلاص ومحطين الحاجات دي على الـ end of the season unless لو انت من النوع اللي بيحبي اللي هو الـ design بتاع السنة دي يعني فهمت ازاي دي حاجة من ضمن الحاجات اللي هو ما اعتقدش ان لو حد بيبص على الحاجات دي بيحاول يوفر لا ده هو ايه بتبقى fancy بالنسبة للعملية فدي من ضمن الحاجات اللي تبص عليها الاساسيات الاكل والشرب والترانسبورتيشن والسكن السكن طبعا ده قصص قصص موويل لو بالنسبة لك انت الايجار انك انت تأجر وخصوصا الايجار اليومين دولا بيبقى اصعب كتير لانه اغلب كتير منك انت اونهاوس وخصوصا مع زيادة سعد الفايدة اليومين دولا والعملية ان الناس بدأت تبطل تشتري بيوت وبتبدأ دلوقتي تأجر اكتر في عملية الايجار بتزيد فدي في حد ذاتها برضو تبص عليها نشوف بتاعتك انت هل انت ده قدر تشتري بيت والبيت ده بتوفر فيه وهل ان عشان في ناس كتير بتقول لك ما بتشتري بيت المنتين بتاعته بتبقى اغلب كتير مما كنت تتأجر ستدقوني هي نسبة وتناسب يعني هي مش هي فيها وفيها يعني فيها وفيها لانك انت لما بتعمل المنتين الحاجة معينة الحاجة دي ممكن بتفضل معاك خمس ست سنين غير ما تتقرب لها تاني يعني فدي برضو من ضمن الحاجات اللي تبص عليها يعني موضوع الاكاونت بتاعك البنك اكاونت العادي البنك اكاونت العادي اه ودي هنقفل الفيديو هنا عشان ما تقولش عليكم اكتر من كده وننتكلم بعد كده ونرغب حاجات تانية في في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله بالنسبة لموضوع ازاي توفر وازاي تحوش فلوس هنا في امريكا البنك اكاونت البنك اكاونت بتجي مسلا انت بدخلك يعني عندك اه عندك اه حساب جاري او check in account مثلا بتصرف منه اللي هو اللي بيداي لك debit cards اعمل seven account pacount بعض البنوك اغلب البنوك بتعمل limit transaction او transaction بتاعت سيفن account بمعنى انك انت لو عندك مسلا تلاتة transaction او اربعة transaction ولا خمسة transaction ولا حتى ستة transaction في الشهر بعد كده بيبقى يعمل لك اه افيز على اي زيادة. فلكن لما تيجي تسطى بالموضوع ده حاول يعني حاول انك انت تعمل يعني ايه يعني تعمل انك انت بتحول فلوس او انت نفسك تدخل على البنك اكاونت بتاعك وتعمل خمسة وعشرين في المية مسلا من دخلك. ده مسلا على حسن ما انت تعوز يعني. خمسة وعشرين في المية من دخلك ده تدخلوا على السيفن اكاونت انك ما تقربش عليه. ما تتقرب لهوش غير في حالة الضرورة. اه لقدر الله لو في حاجة في البيت حصلت انت عندك بيت مسلا وفي منتين معين حاجة حصلت اه بقى في سيفن اكاونت متحوش على جنب بتاخد منه. فانت تعمل مسلا خمسة وعشرين في المية عشرين في المية ان شاء الله عشرة في المية كل بيت شك. الفلوس دي بتتحط على جنب. انت ما بتاخدهاش ومتلمسهاش. وبتعمل ليك علشان ما تتقربش عليها. وبعد كده بعد كده بعد فترة معينة هتلاقي ايه الفلوس دي مسلا زادت معاك او زادت في السيفن اكاونت. ولو انت حددت هدفك اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص وعايز الفلوس دي ممكن تاخد منه. في حاجات كتيرة ان شاء الله في حلقات اللي جاية ان شاء الله هنتكلم على وازاي نستطب وازاي نحوش فلوس. في موضوع البورسة والبورسة ازاي نوفر عن طريق البورسة مش تضارب مش مش مضاربة. هو مضاربة بس عن طريق مسلا ان احنا نحوش مش عملية ان احنا نضارب عشان نكسب. في حاجات تانية ان شاء الله بازن الله يعني هحاول يعني اعملها حلقات كتير وان شاء الله مش هتاخر عليكم اكتر من كده احنا انا كنت يعني كنت انا بس عايز اوصل للحلقة الاولانية للدخل الاولانية بتاعت السيفن موني وازاي نحوش فلوس امريكا. لو عجبتكم الحلقة يعني ما تبخلوش علينا باللايك والشير وكمان لو انت لسه بتتفرج علينا اول مرة احنا هنا هاني وماريان في بلاد الامريكان بنحاول بقدر امكاننا بنساعد كل الناس اللي عايشة في امريكا تيفهموا امريكا ويفهموا الحياة في امريكا والمعيشة في امريكا وازاي تتكيف او تتكيف افكارك وحياتك مع العيشة هنا في امريكا ما تنسوش تسبسكرايب للقناة واتتابعونا ان شاء الله في حلقات تانية جاية كتير من هاني وماريان في بلاد الامريكان واقول لكم من هنا السلام